قبل ما أدخل أخذ المداخلات مع الكابتن علاء عبد العال والكابتن ميمي عبد الرازي قلت لأنا عايز على جزئية في مباراة الاتحاد والمصري أو المصري والاتحاد محمود علاء المدافع الدولي الكبير محمود علاء لعب الزمالك الكبير محمود علاء اللي بيلعب في نادي الاتحاد الكبير ممكن تضطرد مش وده غلط يعني عشان اعتراضات وحاجات مش برضو بحجم لعب دولي بس بتفهم دايما أنه اللاعب في لحظة المباراة ممكن يتعصب ممكن تركيزه يقل ممكن يتوتر عشان النتيجة في رقيته متأخرة كل ده بتفهمه بتفهمه حتى لو مش صح بس بتفهمه في الظروف دي بس في مشهد بصراحة يعني وعادة انتعارفين انا لا انتقد لعبين بكسوا ابدا يعني اه ممكن نقول ايه صح اعمل مش عارف ايه ونعدي بس المشهد اللي عمله محمود علاء وهو خارج من الملعب وبيكسر الكاميرا بتاعت المصور بتاعة مصور المباراة ده مشهد سيء جدا ما يطلعش من لاعب المفروض كبير من لاعب المفروض دولي مسلا منتخب مصر هتوننا يا جماعة على المشهد هتوننا الصورة اللي بتكلم عنا دي على طول خلاص هو اعترض وخد الطرد راح بعد كده وهو خارج الراجل بيصوره بيشوف شغله يعني زي ما بيحصل فاقي حتة في الدنيا في لاعب مطروض خارج الملعب الراجل المصور بيروح ايه يشوف تعبيراته والكلام اللي بيحصل ده راح قصر الكاميرا ليه اه الراجل ده عملك ايه اصلا بص الصورة يا جماعة وبصراحة كفاية بقى يعني كفاية محمود علاج في التجاوزاته الغريبة دي بصراحة بدون داعة يعني ليه بقى ليه الحركة دي تاني تاني ليه 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 تعمل كده مستفزة بصراحة حركة مستفزة جدا راجل بيشوف شغله تكسر له الكاميرا في موقف يعني انا بقول سيء عشان اخترق الفوازي حتى يعني عيب يعني بالمناسبة يعني لا احيا يتغرم محمود علاج في اتلاف اي حاجة موجودة في الملعب مئة الف جنيه ده في اللايحة تمام بس بالمناسبة يعني عشان لو الناس مشو اخد بالها يعني هي اللايحة مكتوب فيها ايه لو اتلاف اي شيء في الملعب بيدفع غلوة مئة الف جنيه احيانا والله اعلم احيانا والله اعلم الكاميرات دي تخطت دلوقتي الرقم ده المئة الف جنيه فاعتقد اداريا ولا احيانا لازم يبقى فيها تعديلات ده غير بقى انه الموقف نفسه لابد ان يتبعه اقاف محترم مش مجرد يعني لو ترد بانذارين هياخد مباراة فلا مش مباراة لازم اعقاب شديد ده موقف سيء بصراحة كان وانا بفرج انا وانا بفرج على المباراة كان المشهد مستفز جدا جدا يعني